اهلا بكم برحب بكم في خلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد عن الابراك والنهاردة هنتكلم عن برج مائي مهم جدا في القناة وهو برج طيب كده وجدع وهو برج السرطان المائي الغامض الحساس وهنتكلم عن اهم النصايح والتحذيرات والتوقعات اللي بتخص برج السرطان لشهر يناير يعني من منتصف يناير هنتكلم من 15 دقيقة لحد 15 فبراير نتكلم من شهر القراءة دي شهر من النهاردة ومنتصف يناير منتصف ببراير وإيه اهم التطورات والتقاط المسائطرة على برج السرطان المائي الجماعة برج السرطان الأبراج اللي انا بحبها جدا وعندي صحاب كتير وقرايب كتير من برج السرطان خلي بالكم من صحتكم يا برج السرطان الفترة دي ممكن يكون عندكم شوية مشاكل صحية أما بتخصكم أو تخص حد من أهلكو يا برج السرطان فخلي بالكم شوية انا شايفة ان انتو هتهتموا بصحتكو اكتر هتهتموا جدا يعني انا هو السرطان الابراج النظيفة المنظمة جدا جدا فهنا بخابش على برج السرطان بالعكس شايفة ان انت هتبقى اكثر اهتماما بنفسك بس انت ممكن يكون عندك زيارة للطبيب اما حاجة تخصك اما حاجة تخص شخص من قريبك يا برج السرطان او اصدقائك او حد مما عارفك هيتعب او يبقى عنده وعكة صحية وشايفك هتقف جنبه او هتساعده او هتبقى سببورته ودعم لي هو دايما السرطان معروف ان هو من الاشخاص اللي بتقدم دعم وبتقدم سببورت لأي حد محتاجها تايد كمان يا برج السرطان شايفة عندكو فيه شد وجذب في العلاقات العائلية لو انت في العيلة هتلاقي فيه شوية تزعل شوية خصمات كده مع العيلة مع الاهل مع الاسرة والدرجة اولى والدرجة تانية يعني شوية تزعلوا من بعض شوية خناقات عادي كده بتخصل في اي اسرة وشايفة انت ممكن تقطع علاقتك بشخص من اصدقائك او من الاسرة بسبب سوء تفاهم يحصل ما بينكو وما بين بعض يبقى فيه مشدات في العلاقات الاجتماعية شوية بس شايفة بعد كده فيه صلح بالعكس شهر ينايل عند برج السرطان هسميه شهر المصالحات يعني في ناس كتير ممكن تكون كتز علام منهم هتبدأ تصالحهم هتبدأ وتتكلمهم مع بعض بشكل افضل يا برج السرطان تعالوا بقى نتكلم عن المال عن المال شايفة السرطان او انا قلت قبل كده ان السرطان كمن اكتر الابراج اللي تعرضت لازمات مادية في عام 2020 الا ان برج السرطان ان شاء الله بازن الله عنده عام 2021 فيه تحرك ايجابي لان انا شايفة ان انت اشتغلت على نفسك تعبت برج السرطان من الابراج اللي بتعمل مجهود قوي جدا جدا في شغلها وبتشتغل على نفسها مش من الابراج اللي بتسكت اطلاقا فشايفة عندكم يا برج السرطان كأنك منتظر فلوس جيالك في الاسبوع الثالث او الاسبوع الاخير من شهر يناير جالك فلوس انت منتظرها الفلوس دي هتفرق معاك مبلغ قوي او مبلغ كبير فبنصحك ان انت ما تفرتكوش في اي حاجة كده لا يعني حطه في حاجة سبتة او حطه فسلا يعني وديعة حطه اشتري بي حاجة ما تفرتكوش السرطان كريم يا جماعة وبيحبي اما شوفش السرطان بخيل هو بيحط فلوسه في المكان الصح هو مش هقول عليه مش مبذر بس هو مش بخيل في حاجة بيقولي السرطان بخيل لا السرطان مش بخيل على فكرة طب اي رأيكم نعمل فيديو النهاردة نتكلم فيه عن الابراج الاكثر كرما الابراج الكريمة جدا جدا وده تحدي تعالوا بقى نتكلم عن الحب وبرج السرطان من الابراج الحبيبة اوي 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 في الدراسة شايفة ان برج السرطان محتاج تبزل مجهود اكتر يا برج السرطان مش شايفك بتعمل اللي عليك اوي يعني عندك شوية طفارات كده وشوية يعني ايه حاجات مش لطيفة كده فابزل مجهود اكتر يا برج السرطان محتاج تبزل مجهود اكتر في المحتاج تبزل مجهود اكتر شوية طيب تعالوا انا اتكلم عن برج السرطان والحب. قلولي يا جماعة القراءة دي بتتفق معيك ولا لا قولي بتفرج عليهم فين وانت برج ايه. طيب العلاقة العاطفية ما بينك انا شايفيك بتبزل مجهود في العلاقة اللي انت فيها. والعلاقة اللي انت فيها بنسبة بنسبة كبيرة جدا هي علاقة طوأم روح. يعني الشخص اللي انت معاه ده احتمال كبير جدا يكون طوأم روحك وفيه حب كبير وفيه عشق ما بينك. يعني انت بتحب الشخص ده مهما حصل من مشاكل مهما حصل من خلافات مهما حصل من حوارات بس الحب اللي ما بينكو حب حقيقة. بس العلاقة دي يعني علاقة مش ثبتة مش مستقرة يعني بتخلقك كتير جدا انت والشريك ده بيحصل زعل وغضب وخناقات وخلافات كتير جدا جدا يا برج السرطان ما بينك وما بين الشخص ده. فانا شايفيه شوية غضب شوية زعل شوية اه اه فيه حد فيكو زعلان متاني. يعني الفترة دي السرطان غضبان او زعلان او مدايق. يعني مش شايفك. يعني عطفين او نفسيا على فكرة مش ممكن تكون سبب عطفي. لا ممكن تكون سبب نفسي. السرطان طقت وطقت غضب. طقت حيرة. طقت توتر. برضو عندك توتر يا برج. يعني غضب وتوتر. اكتر طقتين مسيطرين على السرطان نفسيا. او اه عطفين هي طقت الغضب وطقت التوتر. حاول تتخلص منهم. حاول تشتغل على نفسك شوية في الحتة اه طيب. فانا شايفة ان فيه يعني زي شد وجذب في علاقتك مع شريك حياتك. او شخص اللي انت في علاقة عاطفية معيه. او كراش بتاعك. او شخص اللي انت مهم جب بيه. اه فيه غضب. واحد فيكو زعلان متاني. انا ممكن يكون شايفة من الطرف التاني زعلان منك او معرفش مين فيكو زعلان. بس حاد فيكو زعلان اه على يعني من التاني. اما انت اما الشخص. وانت دماغك شغال على طول يا سرطان. يعني شايفاكو بتفكرك كتير قوي. ما تبطنش تفكير. يعني الفترة دي كأنك ما تماشي اي حاجة في حياتك اغنبه. بتفكرك. ماغك ممكن يجرى لك حاجة. فحاول تقلل تفكيرك شوية. العبوا رياضة. اعملوا اهتموا بنفسك. والسرطان حتى هيتم بجسمه وشكله في فترة جاية جدا. فانزلوا اعملوا الجم. العبوا رياضة. نزلوا تمشوا. اعملوا اكل بتحبوه. سرطان بيحب الاكل قوي على فكرة يعني. بس ما تخلوش طاقة الغضب والزعل والتواطر دي تأثر عليكم. طب العلاقة دي فيها صلح ولا لا? او شايفا فيه صلح. او شايفا ان الطرف الاخر هيتقدم خطوات لصلحك. عارفوا لو هيجي كوشك كده هيجي هزر معاك كده عشان يصلحك يعني. لان هو بيحبك قوي. يعني الشخص البورتنر اللي معاك او اللي انت بتفكر فيه دلوقتي وانت بتتفرج على القراءة دي بيحبك جدا يا برج السرطان. وعلاقة حب يعني علاقة حب عاطفي حقيقي. الشخص ده مش على فكرة هو شخص ده طيب بس عصبي جدا. ولما بتعصب ممكن يبقى غلاط. بيعمل حاجات تدايق. بيعمل حاجات تزعلك منه. فهو شخص غلاط في الحب يعني. بيعمل حاجات عصبي وغلاط. ولما بيكون متغاص بقى ممكن يبقى يعني منفعلي. يعني هو ينفعلي وعلى فكرة مندفع كمان. يعني الشخص ده في عنده اندفاع. طيب انت كمان عندك غضب وانفعال او اندفاع الفترة دي في حالة ما تاخدش قرارات متسرعة برج السرطان. بس انا في حاجة الفترة دي مع الصباح. انا مش عارفها ايه. ممكن يكون قرار. ممكن يكون مشاكل مادية. ممكن تكون مشاكل العقلية. لانا قلت عنها دير مغضبات. بس انت عندك حالة غضب في علاقاتك كلها. مش يمكن علاقاتك الاجتماعية. علاقاتك العاطفية. علاقاتك باهلك في الشغل. ممكن يكون ناس بتعصبك في الشغل. ناس بتعصبك في اسرتك. بس غضب مسيطر عليك? اه مسيطر عليك. طيب حبيبك عايز ايه برج السرطان. الشخص اللي انت بتحبه. هو عايز عايز ان العلاقة تصل لبرا الالمين. هو عايز ياخد خطوات ايجابية. عايز يتنقل بالعلاقة لنقطة جديدة. انا شايف ان انت اللي ماخر العلاقة دي في التطور. يعني هو خطيبك او حبيبك او الشخص اللي معاك. عايز يطور العلاقة. عايز ياخدها الخطوات ايجابية. بس التأخير ده جاي من عندك انا مش فهمة سبب وايه برج السرطان. بس هو شخص متمسك بك جدا. متوسك بعلاقته معاك قوي قوي. اه وهو يمكن هو ما بيعرفش عبر عمشاعر. او هو شخص غامض على فكرة. انا شايفك انت غامض هو غامض. واضح ان انت اتنين من ابراج غامضة. بس انت غامض وهو غامض على فكرة. وهو عصبي. ايه هو مشكلة الشخص ده العصبية ولما بيتعصب بيقول الكلام بيزعل. يعني دي من احد صفاته. اه بس هو يرقبك قوي 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 على السوشل ميديا. دايما بيرقبك وبيغير عليك هو شخص غيور جدا. يمكن من احد مشاكلكم مع بعض الغيرة. اه الشخص ده دلو فيه حد بيقولي دلو لو سمحتي حاطر. انا الشخص ده هيعمل خطوات ان هو يصل حق. خطوات رومانسية كده. خطوات ايجابية. اه يعني هو بيعتبرك الحب الحقيقي في حياته. بيعتبرك توقع مروحه. بيعتبرك حبيب اه حياته. اللي هو ما يقدرش يستغنى عنه. اه الشخص ده مش عايز يخسارك على فكرة. هو مش عايز يخسارك ابدا. حتى لو بيين عكس ده. وشخص ده واضح ان هو على فكرة بيعرف يبين عكس اللي جواه. هو شخص ما بيعرفش يعبر عن مشاعره. اه ممكن هو بتكلمش كتير. ميقولش كلام حب كتير. بس هو بعبر عن مشاعره بأفعال. يبقى الشخص ده اما برج مية اما برج ترابي على فكرة. اه. طيب بس هو طقته ليك دلوقتي طقت حب. طقت اشتياق. طقت حنين. هيبقى. انت تبقى وحش وقوي. حتى لو انت زعليهم متخصمين. عشان كده مش هيقدر عزالك وهيجي صلحك يا سرطان. طيب السرطان على فكرة عنده شخصين في حياته الفترة الجاية. دايما مش عارفة ليه السرطان دايما عنده شخص ممكن يرجعلك من الماضي في شهر يناير او مص فبراير. عندك عودة لشخص من الماضي وكمان عندك شخص جديد ولسه هنشوف انت هتختار مين في القراءة الجاية استنى هقولك انت هتفكر ازاي. بس انت بتحب الشخص اللي انت ضامر نيتك عليه دلوقتي. وتفكر فيه قبل ما تنام هو فيه تواصل روحي قوي جدا جدا بينكو. يعني انتوا اتنين بتفكروا في نفس ذات اللحظة. فيه تواصل روحي وتخاطر قوي جدا ما بينكو. هو كمان بيفكر فيك قبل ما ينام. وبيحلم بك على فكرة كتير جدا. يعني الشخص اللي انت مرتبط بيه او لو بيحبك ده. ويفضل يحلم بك على طول على فكرة. من كتر ما هو بيفكر فيك ومن كتر ما هو بيحبك. بس احتالس هو شخص امدفاعي. فخلاص اعرف عيوبه يعني هو عصبي امدفاعي بس هو قلبه ابيض. وهو يعني بيطلع يطلع 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 عايفين كده? يلا تواضل خضرتك معك المايك. بس انا شايفة ان هو بيحس بيك او بيفكر فيك فعلا. انا شايفة العلاقة دي هي علاقة حب قوية جدا. فيها حب قوي. فيها حب بيور. فيها علاقة امروك مضيعش الشخص ده من ايدك. هو هيجي صالحك وانت شايفك يعني استجيب لذلك او خليك ايجابي معي. اه هو نفسه يكون ما عنده خطوة جديدة. اه تقدم. يعني هو شايفة ان العلاقة بقت روتينية. هو بيضهر على تقدم في العلاقة بالعكس. هو عايز ياخد العلاقة للمرحلة التانية. يعني شايفة التأخير ده ممكن يكون من ناحيتك. انت يا برج السرطان. فبشجعك على هزي العلاقة اللي ان شايفة ان هي علاقة مجدية. خلي بالك من صحتك يا برج السرطان. زي ما قلت صحتك او صحة حد من المحيطين بك او عائلتك ممكن يكون فيها مشاكل. فاشتغل على نفسك في الحتة دي وراعي صحتك يا جماعة موضوع كورونا لسه ستيل موجود. برج السرطان في الدراسة عندك مشاكل في الدراسة اي حد سرطان يخلي بالو محتاجين تذكروا عن نفسك شوية. الناس في الشغل يعني ما تزهقش لو عندك فيه تعصر في حالتك المادية فقل اعمله في سيارة الله وعملكم. اشتغل على نفسك اكتهد علشان ربنا يدي لك كلنا ممكن نقعد نشتغل وحس ما فيش جدوة بس في يوم الايام هتلاقي فجأة الفلوس عملا بتتنطور حلالك يا برج السرطان. في حد بيقولي ممكن تعمل لنا فيديو عن الابراج الاكتر كرما وبخلا. والله اوعدكو هنعملو النهار دا كمال. عجبتني الفكرة. I like it. Thank you. بحبكو بموت فيكو. وشكرا بحبكو قوي قوي قوي. اشوفكو فيديو التاني. اشتنوني. باي باي. مع السلام. قلو لي القراءة دي بتتفق معيك ولا لا. وعملوا شهر لايحد تعرفوه من برج السرطان. عشان يتعرفوا على تقته في صهر يناير. وكمان ما تنسوش. تتابعوني على الاستجرام وعالبيس بوك عايزين نوصل فيديو دا لخمسمائة الف لايك. واعملوا شهر كتير كتير لأي حتى تعرفون برج السرطان. Thank you. بحبكو. وقولولي يا سرطان هل عندكو طائد غضب وقلق الفترة دي ولا لا. بتفكروا كتير جدا.